حقيقة وإحنا بنتابع أيضا المؤتمر كده للحظة أنت تقول أيوة الحكومة عندها أدوار كثيرة عندها ملفات كثيرة ولكن كمان المواطن عنده دور هو برضو عنده دور عنده دور أنه هو حركة العمل العمل ثم العمل ثم العمل لكل واحد فعلا يعني أتقن في عمله وانتبه لعمله وانتبه لحاله مع أداء الحكومة حيبقى فيه توازن يعني هنا الحكومة في هذا الميزان وهنا المواطن بعمله فتبقى الكفة كده تزوق مصر لقدام يعني إذن هو مش دور بس للحكومة لا دور لنا إحنا كمان كمواطنين إحنا أنت كلما تشتغل كفاقتك تعلى الحكومة هي اللي هتبقى بتجري هي كمان معاك لأنه المواطن هو الأداء اللي بتنفس كل ده الطاقة البشرية اللي موجودة في مصر شبابنا لزي الفل اللي بيشتغلوا في كل الأماكن وموظفينا وكل الطاقة يعني العملية اللي موجودة في مصر لو اشتغلت بهذه الكفاءة مع خطة حكومة مع تفكير مع أفكار كتيرة مع استراتيجية مع مراقبة حيبقى العجلة بتمشي أسرع بكتير بدل ما يبقى أنا دايما منتظر إيه الحكومة هتعمل لي إيه طب هيعملوا لي إيه ده طب أنا هعمل إيه أنا أشتغل كويس جدا وبعدين نشوف الحكومة بتعمل إيه صدقوني كده الموضوع هيبقى أسرع مشكلة الكهرباء طبعا على رأس أولويات الحكومة زي ما الأسعار كمان مشكلة الكهرباء في الفترة القادمة دي وبناء على توجهات سيد الرئيس اللي أشار ليها كمان واللي اهتم بها سيد الرئيس كان في خطابه مع الحكومة كمان إنه أشار رئيس الوزراء النهاردة بإن الحكومة بتعمل على موضوع الكهرباء والاهتمام بيه وخطوات جد جدا إنه بنهاية العام الحالي نكون انتهينا من مسألة الأحمال وإنه مشكلة الكهرباء لكن في نفس الوقت تحدث فيه أمور تهم تخفيف الأحمال وإزاي ده ممكن يبقى موجود نتابع مع حضراتكم مقطع آخر تفضلوا أهم قضيتين النهاردة بعرف إنهم بيشغلوا الرأي العام وأنا بأكد إن أنا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء الموضوع الثاني ضبط الأسعار فعشان كده يمكن أنا كان أول اجتماعين النهاردة كانوا بحوالين القضيتين دول هناك طلبات أخرى طبعا ودي اللي حنشتغل عليها للتأتي ضمن التكلفات لسيد الرئيس قال لها لنا لكن دول هم المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيه بصورة عجلة إحنا كنا يمكن أعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت الأزمة الكهرباء إن إحنا بنستهدف الإسبوع الثالث من يوليو إن شاء الله إن إحنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف النهاردة كان الاجتماع للتأكد إن تم التعقد على كل الشحنات اللي إحنا فعلا حتمكن وزارة البترول والكهرباء إن هم يحققوا هذا المطلب طلبت من السادة الوزراء إنه يحددوا لي تحديدا اليوم اليوم اللي حنروح جايين إن شاء الله في الإسبوع الجاي نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا حنقدر إن إحنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف ولكن ادت لهم تكلفات أخرى لإن إحنا كنا حطين وأعلننا إن إحنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الأزمة إلى الأبد فإن شاء الله حنشتغل على هذا الموضوع وده اللي أنا بأكد عليه إن إحنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع دبرنا الموارد المالية المطلوبة ودي أرقام ليست بالقليلة وموارد كلها موارد دولارية وزي ما قلنا حوالي مليار ومئتين مليون دولار وده رقم ليس بالقليل